السلام عليكم ورحمة الله اليوم أصدقائي معنا فعل يستخدم كثيرا وهذا الفعل ليس بالسهل فالكثيرون يخطئون في استخدامه ويصيغون جملا بطريقة خاطئة جدا وقبل أن نحدد الحاضر والماضي والمستقبل سنقول بأن هذا الفعل هو فعل من المجموعة الثالثة هذا الفعل هو فعل من المجموعة الثالثة ويكون لدينا فعل من المجموعة الثالثة ويكون لدينا فعل من المجموعة الثالثة عندما نريد أن نقول أنا أذهب نقول أنا أذهب للمنزل je vais à la maison الآن أنا أذهب للمنزل je vais à la maison أنت تذهب للمنزل elle va à la maison je vais à la maison tu vas à la maison il va à la maison elle va à la maison عندما نريد أن نقول نحن نذهب نقول نقول نوزلون الآن في الحاضر نقول نوزلون 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 ألا ميزون وأنتم تذهبون الآن نوزلون vous allez à la maison هم يذهبون ils vont نقول ils vont il avec S هم ils vont ils vont à l'école هم يذهبون إلى المدرسة ils vont à l'école وأيضا هن يذهبنا الآن في الحاضر au présent أل نقول أل أل avec S aussi أل à la maison جميل إذن هذا الاستخدام في الحاضر au présent هو الذي يتم استخدامه بطريقة خاطئة أيضا في الماضي وفي المستقبل ففي الماضي والمستقبل لا نستخدم هذا التصريف وهذا هو الخطأ الشائع أنه لا نستخدم هذا التصريف ففي الماضي الآن عندما نريد أن نقول كنت ذاهبا أي أنا أتحدث في الماضي كنت ذاهبا جالي جالي نقول جالي كنت ذاهبا كنت ذاهبا إلى المنزل جالي على ميزان كنت ذاهبا إلى المدرسة جالي على الأكل كنت ذاهبا جالي أنت كنت ذاهبا جالي 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 أنت كنت ذاهبا هو كان ذاهبا إلى لي إلى لي كان ذاهبا تذكروا معنا دائما هذا المعنى وهذه الترجمة الخاصة بي كنت ذاهبا نقول جالي فعندما نريد أن نقول كنت ذاهبا لا نقول الصياغ الخاطئة جو في لكن كنت ذاهبا عندما تتحدث في الماضي فلا تقول جو في بل تقول جالي جالي تُّالي إِلَالي أَلَالي هي كان ذاهبا ماذا عن نو نحن كنت ذاهبين نقول نوزاليون نوزاليون نحن كنت ذاهبين اِلْصَالَالَي وَأَيضًا اَلْكَسْ أَلْصَالَي جميل هذا بالنسبة للماضي أتمنى أنكم حافظتم معنا الفرق أنا أذهب الآن أنت تذهب الآن هو يذهب الآن أنا كنت ذاهبا أنت وأنت كنت ذاهبة هو كان ذاهبا هي كانت ذاهبة جميل ماذا الآن عن المستقبل هناك تصريف خاص بالمستقبل بالنسبة للفعل نقول أنا سأكون ذاهبا سأكون ذاهبا وتذكروا دائما هذه الترجمة هذا المعنى سأكون ذاهبا وليس سوف أذهب عندما نريد أن نتحدث في المستقبل سوف أذهب عندما نريد أن نقول سوف أذهب نقول جو في لأننا نتحدث الآن في الحاضر وهذا هو الخلط الذي يقع فيه الكثيرون بالنسبة لهذا الفعل فهذا الفعل هناك بعض الصعوبة فيه في فهم طريقة تصريفه سأكون ذاهبا جيغي جيغي سأكون ذاهبا وليس سوف أذهب عندما نريد أن نقول سوف أذهب فأنا أتحدث الآن أقول جو في جو في فأنا أقصد أنني سوف أذهب الآن جو في لكن عندما نريد أن نقول سأكون ذاهبا نقول جيغي جيغي نتمنى أننا أوضحنا لكم هذه المسألة وأنكم لم تتعقد عليكم الأمور سأكون ذاهبا سوف تكون ذاهبا للمنزل هو سوف يكون ذاهبا أيضا هي سوف تكون ذاهبة ماذا عن نحن نقول نزيرون نزيرون نحن سوف نكون ذاهبين نزيرون أنتم سوف تكونون ذاهبين وأيضا هم هم سوف يكونون ذاهبين وليس هم سوف يذهبون تذكروا دائما هذا المعنى الخاص بفتور سامل بالمستقبل إلزيرون سيكونون ذاهبين وأيضا ألزيرون هن سيكون هنا أل ألزيرون هن ألزيرون 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 تذهبون أنت تذهبين الآن إل هو يذهب الآن أل هي تذهب الآن نزلون نحن نذهب الآن أنتم تذهبون الآن هم يذهبون الآن أل هن يذهبنا الآن جميل بالنسبة للماضي قلنا جالي أنا كنت ذاهبا تيالي أنت كنت ذاهبا وأنت كنت ذاهبة تيالي إل هو كان ذاهبا وأل هي كانت ذاهبة نزاليون نحن كنا ذاهبين جميل بالنسبة للمستقبل الفتور تذكروا دائما جيري سأكون ذاهبا جيري كيرا أنت ستكون ذاهبا وأيضا أنت ستكون ذاهبة كيرا إل هو سيكون ذاهبا آل هي سوف تكون ذاهبة نزيرون نحن سوف نكون ذاهبين نزيرون وزيري أنتم سوف تكونون ذاهبين وأيضا إل زيرون هم سوف يكونون ذاهبين وآل أتمنى أن هذا الدرس أفادكم، أتمنى أنكم استفدتم معنا وعرفتم الاستخدام الصحيح للفرب ألي؟ أتمنى لكم دائما كامل التوفيق ونراكم في الدروس القادمة لا تنسوا الاشتراك ليصلكم الجديد دائما وإلى اللقاء